الخامسة بتتكلم عن القطاع بتاع الاي تي اللي هو الانفرموشن تكنولوجي يعني انت كشخص بقى هتشتغل في الاي تي الحاجات الاخلاقية اللي انت هتتعرض لها بقى سواء مع المدير بتاعك مع الكلينت مع السبلاير مع المجتمع نفسه بس فده يعني موضوع المحاضرة الخامسة دي نبدأ بقى في الموضوع يقول لك ان ال it specialists ده تحتيه حاجات كتيرة تحتيه ال programmer تحتيه ال system analyst تحتيه ال software engineer تحتيه ال tester تحتيه ال database administrator طبعا انت محتاج يعني ايه يعني لمعلماتك الشخصية ان انت تعرف اكتر عن الوظيف دي المختلفة او التخصصات المختلفة دي بعد كده ال professional code of ethics التعريف بتاعه ايه state the principles and the core values that are essential to the work of an occupational group يعني ايه الكلام ده يعني انت محتاج التوضح المبادئ والقيم الاساسية الضرورية ان انت لتكوين يعني فريق عمل مهني يعني شكل مهني طيب معظم ال code of ethics بتتضمن ايه بتبقى جواها what the organization aspires to become المؤسسة دي عايزة تبقى ايه يعني او عايزة تروح لفين والرولز والبرينسبلز الممبرز نفسهم اه بيتوقعوا يعني ان هما ايه يلتزموا بيها فده ال code of ethics بيبقى جواها الحكتين دول اه برضو بيقولك انه ممكن ال code of ethics بيبقى جواه ايه انت التعليم التعلم المستمر يعني ان انت كشخص بتمارس مهنة لازم عليك ان انت ايه تفضل تتعلم مستمرار طيب اه بعد كده اهو ال IT worker اهو اه العلاقات بقى بتاعته مع مع ال employer اول حاجة مع المدير بتاعه مع مع ال client مع ال supplier مع بقية الناس اللي شغالين مع ال IT user بقى المستخدم مع المجتمع نفسه اه كل دي علاقات فاحنا هناخدهم واحدة واحدة اول حاجة ال IT worker مع ال employer ال IT worker اه لازم يكون ايه must set an example and enforce policies regarding the ethical use of IT in areas which IT workers can be tempted to violate laws and policies يعني ايه الكلام ده لازم انت تبقى مثال وتنفز السياسات المتعلقة بالاستخدام الاخلاق يعني خصوصا في المناطق اللي هي ايه زي مثلا قرصانة ال software او ان انت يعني ان انت تستخدم نسخ مضروبة او ان انت ايه تطلع اسرار الشركة برا او كده طبع هنتكلم عن كل مشكلة من دول بالتفصيل اول حاجة اللي هو software piracy وده تعريفه ايه تعريفه ان انت تعمل نسخ مضروبة من ال software او ان انت تشتغل يعني على نسخ مضروبة act of illegally making copies of software or enabling access to software to which they are not entitled اه بيقولك ان التكلفة بتاعت ان انت لو تقفشت بالجريمة دي اه هتكون اغلى اصلا من ان انت تشتري النسخة الاصلية نفسها يعني اه ويه ال اه لو ترفع عليك اضايف حاجة سي كده ممكن تدفع تعويض عن النسخة المضروبة الوحدة كشركة يعني تقدر ب ايه بمئة الف دولار يعني تدفع غرامة اه تاني تاني نوع من انواع الحاجات برضو متعلقة بالrelationship ما بين ال IT workers و ال employers هو trade secrets ان انت تطلع الاصحاب تبيعهم مثلا لشركات منافسة او او كده. اه وتعرفها ايه? business information which is generally unknown to public. المعلومات متعلقة بالشركة بتاعتك او بالبزنس. اه اللي مش بعروفها للعمة يعني. اه طبعا الشركة بتتخذ خطوات عشان تخلي المعلومات لي سرية يعني. اه بتدفع فلوس في مقابل دوت وبتعمل موجود علشان اه يبقى عندها درجة من السرية يعني ايه? بحاجات المعلومات الاسعي دي تبغيب عن الخصوم بتاعتك. كمثال على ده اللي هو الخلطة السرية بتاعت ايه بتاعتك انتاجي. اه ممكن الشركة اصلا تخليك تتوقع يعني حاجة اسمها confidentiality agreements. يعني تتوقع كده ايه اتفاقيات للحفاظ على الاسرار بتاعت الشركة. تبقى انت ماضي عقدة او كده بالحاجات اللي انت لازم تحافظ عليها.